بسم الله الرحمن الرحيم وهو المستعان وعدنا والعود أحمد بسم الله الرحمن الرحيم وإن تنصروا الله ينصركم ويتبت أقدامكم وما النصر سوى صبر ساعة نحييكم بالتحية لإسلام وتحية لإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما عاهدناكم ومد سنتين سنبقى حرسين وبأمانة وبتفاني في التعريف بالمظلومية مظلومية الشيوخ التربية والتعريف والتعليم قدماء المحاربين الزنسين كومباتون الفريين ميليتون وليس المزيفون الفريين ميليتون الذين فعلا كانوا فعلا ضحايا حقيقيين لهذه النظامين الأساسيين 1985 و2003 الذين تقاعدوا وتصاعدهم من 2003 إلى ما تم 2011 والذين اعترف السيد الوزير السابق أبزازي المحترم بأددهم بعشر الاف و200 متقاعد ومتقاعدة بمن فيهم المتوفون رحمهم الله وذلك بعدما التبين ووصلت إليه الحقيقة وبسطنا له جميع الحقائق والدلائل وعرف جميع الحيتيات والمعطيات الأصلية التي تم على أساسها أولا الاعتراف بالمظلومية التي جانبت الصواب في التعريف في التعريف بها يعني تحديد التعريف جلد المظلومية تم تحريفه وتم تغييب الحقيقة وتم تغييب الضحايا الأصليين الذين على أساسهم تم الاعتراف الاعتراف تم مكمن يعني مكمن مربط الفارس ومكمن الخطأ الذي ارتكب ارتكب عن قصد لأنها عندما تم تحديد المظلومية غيبت الفئة الأصلية الفئة الجد متضررة الفئة التي على أساس تم الاعتراف بالمظلومية وهم كل المعلمين السابقين التوضف بالسابع وبالتام الذين أصلا قرصنت وصرقت سنوات تعد بالعشرات من مساره من المهاني والذين فعلا تأخروا في ترقياتهم والذين فعلا كان مسارهم المهاني محدود وهم جميع المعلمين السابقين السابقين الذين تم تغييبهم من مجريات الحوار ومن مخرجات هذا الحوار النتائج التي أفضع لهذا الحوار 25 أبريل 2019 والذين جاء بالمرسوم 11-504 من أجل تنزيل المخرجات دي إذن الفئة الأصلية التي كانت مستهدبة والتي على أساس تم الاعتراف بالمظلومية كما تنقول بأن ضحايا النظام 1985 2003 الفئة الأصلي التي كانت ضحية تم تغييبها ولم يتم إدراجها بتاتا في المرسوم ولم يتم التحدث بإسمها نهائيا ولم يقومون بإدراجها داخل هذا الحوار من كان من طالق داخل اللجان التقنية أو الموضوعات الجميع يعرف خصوصا المصالح الإدارية تعرف جيدا والذين كانوا يشاركون في اللجان التنائية النقابة النقابية النقابة التمثيلية النقابية التي يعني من المفروض أنها تكون مؤتمنة عن الحقوق والواجبات دي الأشخيلة التعليمية إذن الفئة الأصلي المستهدفة لم يتم التحدث عنها ولم يتم يعني إدراجها نهائيا وتكلم هنا عن المتقاعدين معلمين القدام الذين تقادوا وتم إغفالهم واستثناؤهم من هذا الحل وهم هذك عشر آلاف وميتين الذين تقاعدوا جمي الأفواج من 2003 إلى ما تم 2011 فلولا الشرفاء والشريفات الذين دائما سأبقى أحييهم من هذا المنبر وأرفعوا لهم دائما شارط النصر عالية أصحاب الأياد النظيفة التي لا تمد إلى المال العام المؤتمن عليه فعلا قولا وفعلا أننا يعني عرفنا مع القر عفوا إذن من هي هذه الفئة التي غيبت الأصل غيب الأصل للأسف الشديد الأصل غيب واحتفظ بالفئة التي لم تكن مستهدفة التي كانت قد سرقت الترقيات بالأقدم العام في 2003 و2004 و2005 إلى آخره أما الفئة الأساسية التي على أساسها تم الاعتراف بالمظلومية ديالنظامين الأساسيين الذين فعلا كانوا ضحايا هم كل المعلمين الذين تمت قرصنة سنوات تعد بالعشرات من مسارهم المهاني والذين كان يعني مسارهم المهاني محدود والتي كانت جد متضررة والتي على أساسها أدرجت المادة 112 والمادة 115 داخل النظام الساسي التراجعي الذي تراجع على المكتسبات 2003 2003 الفئة الأصلية التي جمع أجلها هذه المواد 112 و 115 لم تستفد منها البتة لم تستفد منها البتة وهم جميع المعلمين السابقين التي وضفوا بسابع وبالثامن وتقاعدوا بمعاشات هزيلة وتقاعدوا بسلال من دنيا بالسلم التاسع ومادون هذو ما الأصل بعدها ديال المظلومية ما درجوهم جاخر المرسوم وما كانوش يتكلموا عنه نهائيا نهائيا الاعتراف من المظلومية جاءت على أساس اللي كانوا تتوضفوا ب كانوا يدخلوا يعني يليجون إلى إلى سلك التعليم وما يترسموا على 20 سنة 20 سنة اللي تترسموا كل داخل في 75 وما تترسم في السلم السابع حتى 1995 1995 20 سنة لتترسم تترقا والفئة اللي كانت تترقى ب17 سنة لكي تترقى من سلم إلى سلم وآخر واحد فيها تترقى ب14 سنة من سلم إلى سلم الفئة التي جاءت على أساس المادة 112 115 يالفئة اللي عند 22 سنة يالله تترقعت مرة واحدة الفئة التي جاءت التي تم الاعتراف بالمظلومية بهذك دي الضحايا النظامين اللي اسمهم دي الضحايا النظامين هم الفئة التي كانت دي المتقاعدين اللي كانوا مترقيين بالمادة 112 وكانت اللوائح صدرت بالطرقية ديالهم من سلم 9 عليه السلم العاشر وقاموا بتطبيق القوط اللاهين بحجة يعني التحكم في الاعتماد المالي هذاك الاعتماد المالي اللي دخلوه هما كم تستبدوه منه هما اللي كانوا تدوزهم من العاشر لحضاعش لحضاعش الامتياز اللي يخدوه مع الانقاد ديالنا هنا كانوا ربعات المناصب مالية اللي تدو لنا منصب مالي واحد باش يترقى واحد من العاشر لحضاعش تدو لنا ربعات المناصب مالية باش نترقاوه من التاسع إلى العاشر هذه المادة 112 جات من الاجل للناس الجد متضررين اللي توضفوا بالسابع بالتام مشي جات من أجل هذو اللي اعترفوا بهم اللي هما أصلا في 2003 2004 2005 يلا كي كي سرقوا الترقيات جوا وكانوا معطلين معطلين كانوا جوا من بعد هذو هذو اللي تقصيوه في 2003 2004 2005 واخدوا لهم ترقيات ديالهم كانوا ياخدوها بالأقدم العام هذو هم اللي وردين بأنهم ضحايا دازوا في 2006 على أنقاد هذو اللي تقعدوا بالتاسع هذو اللي كانوا سابقين في الترقي سابقين هم مقيدين من أجل الترقي إلى السلام العاشر قبل من بيقتر من ثلاث سنوات وجوا بعدهم من بعد ثلاث سنين اللي جوا في 2006 وبالأقدم العامة قاموا مباشرة بالمادة 112 دازوا بدون كوطة بدون حصيص إلى آخر ه وبالأقدم العامة ودازوا السلام العاشر في 2012 ويقول لهم محتاس بينهم ضحايا النظامين ودرجوهم في المرسوم الجبان الجائر التفيئ التمييز بامتياز ويقول لهم رقينهم للمرة الخامسة للمرة الخامسة اللي مترقين إلى السلام 11 بست سنوات فقط ويقول لهم من التاسع للعاشر بست سنوات وصارقين غير الطرقيات أصبحوا مال ضحايا ومن العاشر 11 دوزهم تاني بست سنوات فأصبحوا مال ضحايا واللي داز اللي دوزهم من سلم إلى سلم بـ 14 سنة 15 سنة 16 سنة أصبحوا مقصيين ولم يتحدث عنهم أي أحد لكانهم ترقيين أصلا لوائح دوزهم كمتقاعدين ترقيين لوائح خارج أكثر من 3 سنين بالمادة 112 ترقي استثنائية وقصوهم بالكوطة اللعينة ذيك الكوطة اللي جابوها ومأسوها في النظام الساس 2003 إذن هنا كانت تغليط وكان حجب الحقيقة حجب الحقيقة وكما ترى في 2011 وكما ترى في 2011 و2017 عنده غير 6 سنوات وصارق الترقيات بالأقدمية العامة والله محتاس بينهم والذي ضحية والله هو اللي زيدينه أربع سنوات وهو اللي مجنبه الكوطة وهو اللي اللي مدوزينه أوتوماتيكيا بدون إخضاع اللي حصي السنوات والناس اللي تأخروا في ترقيات ديالهم وكانوا الترقيات ديالهم يعني المسار دياله المهني محدود كاللي داز غمر روح ده في حياته لجم مرات وكاللي داز 42 سنة 42 سنة بطيت قاعد بالسلم التاسع 42 سنة بطيت قاعد بالسلم التامين هذو ما الفئات اللي كانت مستهدفة هذي الفئة اللي على أساس تم الاعتراف بهذه المظلمية ولكن قاموا بإخفاء الحقيقة وبطمس الحقيقة وبتبني هذو دولهم فقط فقط والداليل على ذلك هما دولك مترقيين 11 هما ردين هما راجعين هما تاني بقين راجعين تقول لك رحنا بقين متضررين لماذا لأنهم متشجعون متشجعون الباطل يسجعون الباطل وما كانوا يقولوا الحقيقة للإعلام للجميع للوزير الوزير كانت مغيبة عنهم الحقيقة مني عرف الحقيقة راجعين لك هذو في آية الأصلية اللي عند الأولوية الآن في الإنصاب لي لقى 10 220 فعلا لقى كينة كينة مني وصل للمعقول وخرجوا للوائح ولقى كينة 10200 متقاعد ومتقاعد من فيهم متوفون رحمه الله لتقادوا تصاعد 2003 إلى 2011 أصل المطلوم يبدأ من 2003 ماشي من 2016 هذو كانوا مؤترين كانت نسجين علاقات كانت نسجين علاقات هذيك تنسميها أنا ترقية ريعية ترقية ريعية لأنهم ما قلتوش حقيقة ما قلتوش دازل العاشر مدازل 2010 2011 وهذا صارقين ترقية لأصلا خارجي اللوائح الترقية من 2003 وقع مدازل مدوزتهم وترقية استثنائي مادة 112 وما درتوش المراجعة ديالها ودرتو المراجعة ديال الترقية استثنائي الثاني فقط من 2007 إلى 2010 واللوائح خارج 2003 هو اللوائح ديال الترقي إلى السلم العاشر خارج أو تقاعد بالتاسع وترقية استثنائية وتقاعد بالتاسع لماذا تبقوا في الكوطة مدخل التاسع مدخل لتاسع 2004 يلا دخل التاسع 6 سنوات في 2010 أو 2011 أو ديال 2011 ديال السلم السلم العاشر أوتوماتيكيا وفي 2016 دخلوه في المرسوم تهوة وطاوه سنوات اعتبارية ودوزوه أوتوماتيكيا هنا ما بينوش يعني ما بسطوش الحقائق وبقي الآن يغيبونا الحقائق هذا المظلومية بدأت من 2012 رجعوا 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 التاريخ رجعوا التاريخ حتى لا ننسى أنهم تيجوا فاقدوا الشيء لا يعطيه هذو اللي تيجوا وتهي بدأوا يعني تديروا رؤسهم بأنهم يدافعون عن الضحايا وهما ما عارف انوالوا ما عارف انوالوا تسيرهم في دك الشيء اللي باغين هما مظلومية من تبدأ ونعطيك هاو كين نتحوز عن سؤال شفاوي اللي رفع الأستاذ الشباني مين كانوا في المعارضة عن جملة من المتقاعدين جملة من المتقاعدين وسؤال يعني كتابي ترفع الوزير التربية الوطنية آنذاك عن عدم ترقية هذه المتقاعدين من السلم العاشر إلى السلم الحادي عشر ألاك المضلومية بدأت من 2004 من خلي على قبل مين كانوا يقولوا 25 سنة مقابل الترقي إلى السلم السلم العاشر إلى السلم 11 أنا داك رايت قالت في 2001 2004 كان الكل كانوا مدروش سواء اللي كان في السلم التاسع سواء اللي كان في السلم العاشر المظلومية بدأت الاعتراف بها بدأت الإنسان ينادون بالطرقية أنا داك هذه المظلومية تبنات على التغليد الفئة اللي كانت أصلاً خاصة تستفيد لا تستفيدتش من الدرجة من المرسوم والشيخ اللي كان في الاجتماع مني كان هذه الساعة في 2013 2014 اللي جاء ودخل وأبكى الجميع 42 سنة تقاعد بالسلم التاسع أنا داك ومين يدعوا المرسوم ما دكروهمش جابوا ليه شكون جابوا ليه للناس اللي كانوا تخرجوا بالسلم التاسع في الفوز 2012-2013 قال لي هادو هم الزينزانة التاسعة هادو هم المرتبون بالسلم التاسع الهراء ويعودوا هاتو هادو هادو thirty استهدوا الكاملين ث ej وقاعوا هادو 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 و أخفوا عنه اللوائح الناس الذين قاعدوا و هم الذين سرقوا هذا و هذين الذين قاعدوا الآن ردوا ضحايا النظامين و هم الذين سرقوا الترقيات في 2003 2004 2005 2006 و تال 2010 استافدوا من المادة 112 دازو غير 6 سنوات ترخيص تثناء الثاني هم الذين سرقوا احتماية المالية و هم الذين سرقوا هذا و هم الذين سرقوا الاعتماد المالي باقدمية العامة و تقاعدوا بالسلم التاسع و أخفوا هذا اللوائح لماذا تخفوا عليه اللوائح و لماذا تخفوا الحقائق لوائح المادة 112 لماذا لا يبينوه المترقيين خارج اللوائح الترقي من السلم التاسع إلى السلم العاشر المترقيين 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 لمدة أكثر من ثلاث سنوات خارجة من 2003 2004 2005 و الناس قاعدت بعد ثلاثة سنوات قاعدوا و قالوا أنهم سأتدوزهم و داروا لهم لوائح المتقاعدين من 2006 خاصة بهم و شديتوا الاعتمادات المالي و قالوا مدينة المتقاعدين المتقاعدين يأخذوا على الكوطة في كل شيء المتقاعدين يأخذوا على الكوطة مين افتحتوكم الباب الترقي بالأطار الرجعي ما الناس قاعدين呀 ماهو من تحتوي عليهم الاعطار الرجعي مالذي من يمسك الخاصة مالذي يقترقت صوبي بنفسet تحتوي عليهم أو المطاعدين فيهم وتتعلمون هنا لا يملككم قائعة لا يملك السلم لا يملك كيف تد爆 هؤلاء كيف اشتبينتوا له غير المرتم والسلام العاشر غير المتقادين السلام العاشر والمتقادين الساسع هما الأصل المظلومية هذو الذين تركوا العاشر وذوهوا من 11 سرقوهم وما الذي يجعلوه هذا القاعدة التاسعة لأنهم سرقوا اليوم نحتاجه مال المالي وجاءوا غاما وراهم غاما وراهم غاما وراهم ليست وفاوا الشرط النظامي وذينتوا من التاسعة العاشر بعد 6 سنوات وجيت وعطيتهم المادة 115 والسنوات الاعتبارية كانت خصتها بدأ من الناس الذين الذين أفواج 2003-2004-2005 ومن الأولين من خرجت هذه المادة 115 بشي تعطيتهم الملفات أخرى تتسوي بها الملفات أخرى وانتوا معارض هنا ورجعوا غير المرسوم 611 جوج 611 وعطيتهم أكثر من 28 مرة في 2011 واللوائح المطرقين كانت السادين المتقاعدين إلى غاية 2011 بمن فيهم اللوائح المادة 112 ضحايا المادة 112 ضحايا الزنزان التاسعة اللي ضلما وجورا خليتهم يتقاعدوا بالسلم التاسع رغم أن اللوائح دي الترقي دي لهم خارجة من أجل الترقي من السلم التاسع للسلم العاشر ودرتوا فيهم الكوطة ملقيت وما تديروا هذا لماذا نوزتهم؟ لماذا احتسبتهم أصلا؟ كانت هناك بزرد الأمور كونوا تحشموا كونوا تحشموا ودخلتهم لماذا تحشموا كونوا تحشموا لتحشموا لأننا في 2011 لماذا تحشموا كونوا وحدين تقول لك وتجيبوا وحدين لأن المشكلة تأويل الخاطئ لبعض الإداريين وبعض النقابين وهو اللي تضيع الحقوق حتى أنوا وحدين تقول لهم قبل 2012 أنهم لم يكنوا لدحايا النظامي وهو الحقيقة تغيبونا دائما وكي بعض إذن تقول لك الضحايا راكينين غير من 2016 ما فراثوا بأنهم راديوا وزودوا كل فئة اللي كانت مقصية من 2012 ما فراثوا أصلا عفوا ما فراثوا الغامة قبل 2012 ما فراثوا كانوا موجودين كانوا موجودين من طرحت المال في النقاش هذا ما فراثوا ومضحها النظامي 2003-2005 كانت 55 1978 حوالي كانوا مزاونين كل شيء وكانوا المتقاعدين المحالين على المعاش والمتوفون هذي السنة لماذا حييتهم كنتوا تتقولوا بأن المزاوين هم لم يلحقهم الترقي متقاعد لم يلحقهم ووقف بالكيران ووقفته الترقية بالأطار الرجعي هذي لماذا حييته من أجده في 2019 وفتحته باب الترقي بالأطار الرجعي ورجعته لتاريخ المرجعي الواحدة في 2016 ما فراثوا يدوز إذا كان خاص من رجعته للمزاوين خاص هذي كانوا مزاوين وكتوحيتهم في 2012 خاصوا من يرجعهم من الأولين ومن فتحنا الباب بالأطار الرجعي بالنسبة للمتقاعدين تعرفوا أن الترقيهم من حقي المزاوين وليست من حقي المتقاعدة لماذا دوزتهم عندهم 6 سنين لم تستوفيش 10 سنين الشرط النظامي الذي موجود في المرسول 0403 تطبقوه علينا وطبقوه على واحدين لم تطبقوه عليهم كيف أش؟ أين هي المساواة أين هي أشنا أشتتديره مش القاعدون تطبقوه عليش ومتطبقوش عليش قلتوا أنتم من حقي المزاوين وحقي المزاوين فعلى ما حقي المزاوين إذاً يجب أن يدوز أعلى المزاوين 2019 و يجب أن يدوز المزاوين المتقاعدين مني كان مزاوين كان مستوفي الشرط وخارج في اللواعي م시간 التي تتقايد في بطريقة سبدا لقد تتقايد الق ketogenic 10 سنوات كان مقيد في جدول ترقيه والذي مقيد في جدول الترقيه وخارجاً له إحدى ترقيه يكتر من 3 سنوات قبل هذا من كان المزاول كانت تتسلكم ترقيه كان مقيد يصادره هذا هو النواء المتقاعد الذي يجبكم فقط قانونياً اما المتقاعد الذين لم يكنوا مقيد ولا مستوفي الشرط النظامي الشرط النظامي للترقيه ما عندكم جدول الترقيه ولا دوزنتمت القاد Jong餐 والشرط النظامي uma hora عشر سنوات استيقظت الشرط النظامي ولا اما يتقاعد Walnutuiруг من كان مزاويل لديه رابطة وظيفية كان استيقظ المزاد كانت Desargewam الاسم بال prolلافة الاسم خmare بsen مزاويل Saya 事 بقى عند رابطة وظيفية ومترقي بخارج اللوائح حبطت طاوهن تايمة قلت له السيولة المالية ودرت له الكوطة وخط قاعد قصيته وتقاعد في التاسع وما تدخلوش في المرسوم وتجيب واحدة الفوجية في 2013-2012-2013 ودخلوهم كضحايا الزنزان التاسعة وتغيبوا كل شيء الحقيقة وتبدأوا تروجوا هذا الشيء الذي أريده وتجعوهم ثاني وترقاوا وترقاوا السلم الحاضي عاشا وترقاوا خارج القانون خارج القانون لا يمكنهم الحق لترقاوا لا يمكنهم الحق لترقاوا قبل أن يتحدثوا من الأسلاك لم يكنهم متقيدون في جداوي الترقا لم يكنهم تتوفروا على الشرط النظام هذا 10 سنوات يلا عندهم 6 سنوات وتغعص عقا وهذا يزغتر من خمسة المرات إذا كيف حدرتوا لها تدوزوه؟ وجاءوا وعطوهم سنوات اعتبارية لكي تكملوا الشرط النظام لماذا تعطيه سنوات اعتبارية؟ تعطيه سنوات اعتبارية لكل شيء تتعطيها لذلك 55978 كل شيء الذي لا يستفد من السنوات اعتبارية يجب أن يأخذها وهذه المفروض السنوات اعتبارية كانت تفرق من الأول من 2003-2004-2005 كانت تبدأ لماذا كنتم تقولوا أنتم هذه السنوات اعتبارية ترقية ستنائية؟ كانت تستفد من المادة 112 يترقى بها 6 سنوات فقط وتعطيها سنوات اعتبارية هذه الفئة التي جاءت من الأندوم كانت متضرينة لم تستفد من 112 لم تستفد من المادة 112 وتطبقوا عليهم 990 ترقى هذا الظلم هذا المال الذي كانت ضحايا ليس لذلك الذي ترقى ختم خمسة مرات لا تعطيه ترقية لذلك الذي يستفد من المادة 112 وتعزغى بها 6 سنوات من التاسع إلى عشر وتعزغى ثاني من العشر إلى 11 بست سنوات وها هو راجع لكم تاني لأنكم فتحتوا ليهم المقرات في وجدة ودرتوا ليهم كونتونيهم لجنة كونتونيهم لجنة وما راجعين تاني قال لك السيدين ما قدناش 11 ما قدناش ترقى وقلسوا كل ذلك ذلك الراقي اللي خداوا وما راجعين لكم قال لك السيدين نديروا وقفاق ما قدناش راجعوا لطاولة الحيوان راجعوا من اللون ثم اللي فتحتوا ليهم المجال والناس اللي بتقاعدين بتاسعهم تقاعدين مثل 3000 درام 2500 درام وحقهم هداك كانوا مترقين قبل ما يتحلفوا من الأسلاك قبل ما يتقاعدوا كانوا في تساركم الترقية لماذا لا تعطيها ليهم؟ كانوا مترقين كانوا مترقين كانوا مترقين وانتم رقيتهم 2011 من 2017 ومن بعد ما دازوا للعشر تل 2011 تل 2011 لدازوا للعشر ورقيتهم ما ترقى وقع في 2017 ومن بعد وفتحتوهم مقارات في وجview هؤلاء مراجعين للأيان تقولك سيدي ما نتقاعدين نتقاعدين من طاويلة نتقاعدين نتقاعدين واما الوافقوا له هم الوافقوا له هم الوافقوا له هم لماذا شجعتم هم مراجعين لماذا لا تفتحوا تبقينيهم مراجع عندها ادوزتهم لحظة عشر للمرة الخاميسة وما كانوا يتسالوا عندهم 6 سنوات ومقيدين موالوا وتحذفوا من الأسلاك قبل أن يتحذفوا من الأسلاك كانت عندهم 6 سنوات ما عندهمش للشرق النظامي لماذا تحتاسبهم ضحايا؟ لماذا تدوزوهم؟ حين كانوا لاسقين في المزاولين إذن هذه المظلومية أصلا تبنيتها لأساس أن المزاولين ومن الذين لديهم الحق ماذا المتقاعدين؟ وحييتونا هذه الساقة متقاعدين في 2012 وفي 2019 من يقولوا هؤلاء مزاولين؟ من 2012 في 2018 كل شيء تتقاعدوا ومتقاعدين لماذا لديهم الحق؟ لماذا في 2012 لحييتونا على أساس أن المتقاعدين لديهم الحق؟ وفي 2019 رديتو المتقاعدين من 2012 إلى 2018 ودوزتوهم ورديتوهم تتسالو ورغم أنهم أصلا لم يكنوا تتسالو التحاجة لأنهم مستوفين الشرط آنا ذاك تازدوهم هذه السنوات الاعتبارية من 4 سنوات 3 سنوات التي كملتو لهم الشرط النظامي والناس الذين كانوا مستوفين الشرط النظامي واللوائح هذه الترقيدة لهم خارجة قبل أن يتقاعدوا بكثير من 3 سنوات في 2012 لحييتوهم قلتوا لهم متقاعدين لم تتسالوش وفي الأخر والتي تتقولوا الميلف بدأ من 2012 تضليم لم تتسالوش بغيت أن السيد بن موسى الشاكيب يعرف هذه الحقائق يعرف هذه الحقائق هذه الميلف هذه الميلف على أي أساس بعد ترقيتم السلم 11 وترقيتم خلصة أبن لفو الضواران لكي تتزال الميلف هذه الضحايا النظام وفي الوقت لديهم ضحايا ومن وقت الميلف ومن الميلف ومن الميلف لا يمكن أن يبدو يرقي في العاشر ومن الميلف ومن الميلف بعد 42 سنة ومن الميلف أحد الضرب في التاسع يصحب فوجل وعطيته سنوات إعتبارية لصفات العمل وعطيته 37 سنة و42 سنة الذي يتقاعد بالـ 9 والكذا minorities إديه 2002 Им擊 342 سن ، إن يتقاعد ٣٠٠ درام ويلتقاعد بين değer 2000 ودرام و礙 SuAN ما الذي أحيحه جداy متضرر ويجب جدا متضرر ويجب هذا الـ 11 ويجب 9000 درام هم راجعين درام هم راجعين تاندابة قال لك سيد بغينا أوريشين ما قدتناش هذه الترقية في 2017 قال لك سيد جنبنا شوفوا لنا شئ حل في أنظمة الطاقة إصلاح المقياس للإصلاح المقياسي يعني سوق سوق الوزير للتعليم إصلاح المقياسي يعني نتخذ في قرار استراتيجي تطبق على الجميع الوظيفة العمومية كاملة ما تستوفيش تعشرة سنوات كان عليك تكون مقيد في الجدول الترقي قبل أن تقعد لماذا هذه الساعة لك لتكلم أن تترقيت ترقى ترقى للـ 11 وترقيت للـ 11 وراجعتين تقول لهم 9000 درام لم تقدم أعطوني 12 درام والذي 42 سنة من ترقية دينا 42 سنة وتقعد بالتاسع 42 سنة وتقعد بالتامن خارجين في اللوائح ترقى بالمدنية 12 وتقعد بالتاسع لماذا؟ لأن الاعتماد المالي ديتهم وتطبقوا فيهم الكوطة رغم المتقاعدين كل شي يدوغزون بدون كوطة وتقعدوا بجوش الفرانك وجئين توم لذي يصارقين طرقية وجئين راجعين تاني تقولوا بأنكم ركد ضحايا وما ضحايا النظامين ما ضحايا؟ ليش ضحايا؟ من هم لا يوقعوش لكم في البين نحنا نأذروا ذلك على البين لأن أطوالي هذا نجد الرجع لكم نكمل تتشه ليبو لا يلا 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 هو ارقعوا ليهم دي بما كما وقتوش ليهم وجاءكم اللي غي تيعرف ليكم وجاءكم اللي تيعرف ليكم واس شاكيب من موسى السيد شاكيب من موسى ولا غي يعرف ليكم وهو اللي غي يقدكم ولا غي يقد اللي يناد عندو شي حد سافي يدوز داكي جي ضحية ما ضحية أنا اللي ضحية أنت اللي ضحية فأنا له الشيطان ما ضحية ما ضحية قلقيتوها سايبة ودرتو اللي بغيتو درتو اللي بغيتو الناس اللي ضحية أصلا قاعدوا بالتاسع والتامن قام ما دخلتوهم 2-40 سنة قام ما دخلتوهم وجتوا واحد دعين لعندن عندو بستة سنين في سنة تاسعة كل تلك اللي بقاو وفي التالي خارج واحد دابت يقول لهم الزنزانة التاسعة 2013 قام ما سيق الخبار هو واشكين الزنزانة التاسعة 2013 رأي كل شي مبقى تزنزانة مبقى تزنزل لكها بدما أكد هو قيله 4-600 لديه وزو هذا وزو لي دكاك وزو لي 4-600 وقال لي هذا هو ما اللي بقاو في السلام تاسعة والزنزانة التاسعة أولد عمي و2003 2045 وما اللي باقين ضحايا المادة 112 لخارج عارف ناتش بينتهم تقلبوا على أوريشيل أوريشيل ونحن واقفين لكم ما غدين تفرقوش معكم مريك أوريشيل بشي تحييتون احنا يبش دوزون ثم أوريشيل تقاعدين دوزوا بعض الناس اللي تتسالهم للناس اللي تتسالهم واللولين ثم دوزوا وحدين جدوا وحدين ما عندهم لا علاقة ليدك ليخليك لأصلى فصل أصلى فصل دوزوا إعطار في توبيعهم تقولي السلام التاسع السلام العاشر الرتابون في السلام العاشر دوزتوا المتقاعدين واحد وعنده في 2016 كيف جرتوا ليخ لماذا حييتون حين في 2012 قلت المتقاعدين ميتزاج في التالي جاء من دوز المتقاعدين كان لخص تدوزوا غير المزاولين فقط فقط لغير 2019 ما تدوزوا المتقاعدين لما كانوا مستوفين الشروط كيف تخلي واحدين اللي مستوفين الشروط المتقاعدين قلت تقلب على هذو كله أصلا كانت لوائح ديالهم خارجة اللي كانوا مستوفين الشروط من كانوا مزاولين وتقاعدوا دبقوا في القوطة وتلاحق لحتوم بالانانية ديالكم هذو كمو اللي خص ميدوزوا أما المتقاعدين اللي مستوفين الشروط ما شي من حق كيف جدرت ولا تدوزهم وهذا الشاكي من موسفتاح معان تحقيق كيف جدرت ولا تدوزوا متقاعدين وما مستوفين الشروط ونزلوا من 2012 وخقوة 2018 ودوزوهم مستوفين الشروط النظاميا نهائيا ويالله دايزين وعطوهم سنوات اعتبارية بيش كملوا لهم الشرط النظامي والناس اللي عندهم الشرط النظامي ومخارج لوا إحدى الطرقي ديالهم مين كانوا خدامي وتقاعدوا بعد ثلاثة سنوات وبلوكوهم بالكوت وخلاهم تقاعدوا بالسلام التاسع وما بينوش هدى لوائح جابوا له غير اللوائح ديال 127 واحد اللي تقاعدوا من 2006 إلى 2010 أسادي الإعداد هو اللي بينوهم اللي ودوزوهم من 2006 بأطار الرجع اللي بغوا يبينوها يبينوها اللي وهذا اللجنة اللي يدركها بغوا تدار إدلار نار 25 و 15 في هذا الشهر هم اللي داروها ورقاهم 11 هم اللي كانوا من هذه الفئة غير مستفيدة مكانش خاصة هي التي تستخدم للأول ما كانش مستوف الشروط يالله 2010 2011 ودوزوهم وهذا مراد دينهم فتحوا لهم مقارات في ديال اللجنة وما ونقول لكم شكل وراهم لأن كين وحدين أعطي أنكمله تبارك الله عليكم ونشوف من بعد يالله تبعوا معنا في الفيديو اللي جاء أنا هذا طوال ما نقدرش نكمل رأي وصلت تقريبا 41 دقيقة يالله نحييكم بتحية الإسلام دائما الشيوخ ديالنا نبقا ندافع لهم الحقوق ديالهم ترجع عليهم وغدينبينوا الحقيقة السيب الموسى رمشي هو أي واحد هذا هو اللي يعرف لكم فعلا